نقول إن فيه نقاط دوء أيضا بتحصل فيه البلد وإن مش كله بيبقى سواد فيه قضية سريعة كده لازم نعلق عليها السيد وزير الأوقاف خد قرار من كام يوم بإن مكبرات الصوت للجوامع أثناء صلاة الترويح يتم إنها ما تشتغلش يعني إن الإمام جوه الجامع فقط إنه صارت وهاجت وماجد وماجد على الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا كده أن يقول له يعني أنت كده يعني ضد الدين يعني الراجل قاعد يشرح وجهة نظره يا أخوانا دي ليست من الدين في شيء خالص وإن ممكن يكون فيه واحد مريض واحد كذا المهمة وصل الاتفاق إلى إن الجوامع الكبرى فقط في الميادين اللي هيبقى فيها مكبرات الصوت وجي البعض قرر ينتصر للدكتور محمد بختار جمعة عايز أقول لك الرأي العام حتى الصعب في بعض الصعفين زي الزميل عزيز حمد الرزق كتب مهاجم وزير الأواف لحد ما جهي الشباب على الفيسبوك النهاردة وراحوا منزلين تسجيل صوتي لفضيلة الإمام الراحل الشيخ الشعراوي بيقول رأيه أو رأي الدين في مسألة مكبرات الصوت تعالوا نسمع ماذا قال الشيخ الشعراوي عن مكبرات الصوت في المساجد عموما وليس في فترة صلاة التراويح فقط علما بين صلاة التراويح بالمناسبة سنة وليست فرط سادت في الأوينة الأخيرة أيضا عملية الأزان بالصوت عالي من خلال ميكروفونات عالية وضجيج وانت هذا الهدى عالية تدين لاحظوا حكمها في الدين بطلة بطلة الهدى قاعد نام طول النهار ويقوم بطلع دقال الأبت تجربة ساعة يهبهب وناس عايزة نام وناس رهام وناس مريضة وهناس محش عارفة يوبتها شوفوا هذا الميكروفون أكبر مقمة مانيت به لدلال الأمة الحديثة لماذا؟ حيعمل صمم عند الناس نعم وخلى واحد الفتح الميكروفون وهو تاجر والهو بيقرأ ويتبك مع الزبون ويتاهم ويروعه يبني إذا يقول القرآن فاستمع الله وأنصته ليه هو عمله عشان يعذبت الله يبقى ليست لله في شيء نعم بصراح كذا وزير الأوقاف هياخد ما قاله فضيلة الإمام الراعي لشيخ شعراوي ويزيعه بقى في كل الجوامع يحطه على صفحته على الفيسبوك ولا صفحة الوزارة فعلا مكبرات الصوت ليست من الإسلام عايز أقولك أن الشيخ شعراوي لما كان وزير الأوقاف سنة 74 حاول ياخد هذا القرار وهو إلغاء مكبرات الصوت لكن تراجع تحت ضغط الرأي العام شايف الرأي العام بس هنا خلي بالك هنا بيقولك دي رأيه رأيه أو فتوى يعني يعني أو اجتهاده بمعنى أصح الديني إن مكبرات الصوت ليست من يعني ليست من وصول الصلاة يعني أو الصلاة طبط من غيرها فاكر مرة سمعت حوار لفضيلة الشيخ الشعراوي فبيقولك أنا عايز أعرف هي الناس ليه عمالة تقيم الصلاة وتأذم بصوتها عالي في صلاة الفجر الراجل اللي بيصلي الفجر اللي متعود هو ظابط المنبه وبينزل للجامع وانت مغمى صحيت ألف واحد هم ما بيصلوش الفجر هينزلوا ليه يعني النهاردة أحمد عز رجل الأعمال البارز الحالي أيضا والقيادة البارزة الحزب الوطني